الحوثيون ليسوا العنوان الصحيح للسلام تصريح ورد على لسان رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد في تصعيد هو الأحدث من جانب الحكومة تجاه ما تعتبره الأخير استهلاكاً للوقت ومراوغة ثابتة من جانب الحوثيين على خلفية التعثر الذي يعانيه اتفاق السلام في الحديدة رئيس الوزراء الذي كان يتحدث لصحيفة الشرق الأوسط السعودية أكد أن اتفاق ستوك هولم صدم بالعقبات والعراقيل التي صنعها الانقلابيون بدءاً من التهريج الفج عبر إيهام رئيس بعثة المراقبين السابق باتري كاميرت بتسليم أمن الميناء لعناصر محسوبة على الميليشيا مروراً بإطلاق النار على موكب كاميرت نفسه وانتهاءاً بالمضايقات والمنع المتكرر للأمم المتحدة من الوصول إلى مواقع تخزين القمح في الحديدة تصعيد الحكومة ليس موجهاً ضد الحوثيين فقط بل تطور إلى امتعاض باد في تصريحات قادتها ومنهم رئيس الوزراء الذي أكد أن الكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة ومبعوثها مارتين غريفث وننتظر أن نرى وسائل أكثر حزماً وفعالية تمارس على الانقلابيين لإلزامهم بتنفيذ اتفاق سوكهولم وفقاً لما جاء على لسان رئيس الوزراء واعتبر رئيس الوزراء أن الوقت قد حان لتدرك الأمم المتحدة وبعض القوى الدولية المراهنة على سياسة جر الإنقلابيين إلى السلام بأن هذا الخيار لم يكن واقعياً وأنه قد فشل لأن طبيعة الحوثية مختلفة عن الحركات التي حملت السلاح في مناطق مختلفة من العالم فالحوثيون طبقاً لرئيس الوزراء لا يرون في مباحثة السلام إلا زمناً للاستعداد للحرب وفرصة لاستكمال التفاصيل الدقيقة لانقلابهم وتوسيع نطاق بطشهم الإجرامي إلى كل المناطق التي يبدي مواطنوها معارضة لمشروعهم الدموي الظلامي على حد قوله من جهته جدد وزير الخارجية خالد اليماني دعوة المجتمع الدولي إلى تسمية الطرف الحوثي كمعرقل لجهود السلام في اليمن وذلك خلال محاضرة ألقاها في المعهد الدولي للسلام في نيويورك على هامش لقاء قيادات الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن وجدد اليماني تمسك الحكومة بخيار السلام عبر مسار الأمم المتحدة ووفق المرجعية الثلاث للحل السياسي في اليمن لكنه لفت إلى أن ميليشيا الحوثي مستمرة في حفر الخنادق وزرع الألغام في الحديدة وتستخدم المدينة لإطلاق الطائرات المسيرة والقوارب لمهاجمة قوات الجيش الوطني والتحالف